تتواصل فعليات المعرض الدولي للصناعة والذي يقام في مصر في الفترة ما بين الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي والذي يهدف إلى استعراض أحدث التطورات الصناعية وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية مشاركين في كل المشروعات القومية زي مستقبل مصر زي العالمية الجديدة متضبع النووية كل المشروعات الجديدة كل المدن الجديدة اللي في مصر أكتر من 32 مدينة جديدة الحمد لله المجموعة عندنا شغالة فيها وبقوة بنورد فيها كل مهمات الشبكة من محولات ولوحات كهربائية والحجوة المتوسط أسلاك كابلات العديد والعديد من المنتجات وطبعا أتمنى أن كل المصنعين أو مسيسمرين ينهجوا نفس النهج وعشان في الآخر لازم يكون لنا دور وطني بجد ودور حقيقي في رفع نسبة المكون محل حقيقي في المنتجات المصرية بنشتغل في صناعة اللوحات الكهربائية صناعة اللوحات الكهربائية احنا من 2005 في هذا المجال شاركنا في مشروعات التنمية اللي بتطرحها الدولة زي مشروعات حياة كريمة ومشروعات العاصمة الإدارية ومستقبل مصر وجميع المشروعات اللي بتطرحها الدولة في هذه المرحلة احنا بنشارك فيها يهدف المعرض إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تتماشى مع رؤية مصر للتنمية الاقتصادية المستدامة إحدى الشركات اللي عملنا حاجات كتير جدا من منتجات محلية بقتتغنين على الاستراتي فده بيوفر للسوق كل احتياجاته بدون ما أكون أنا محتاج أي حاجة من برا بسبب التغيرات اللي بتحصل كتير برا المؤتمرات اللي زي كده ما تكون دغض دعم من أعلى رصف الدولة السادة الرئيس والسادة الفريق كامل والدعم رئيس الوزراء طبعا بيكون في شركات مع شركاء أجانب وشركاء محليين يعمل المعرض على دعم المبادرات التشاركية بين الكيانات الصناعية في العالم العربي وإفريقيا وأوروبا تستمر فعاليات المعرض الدولي للصناعة لليوم الثاني على التوالي والذي يعقد في الفترة من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من نوفمبر الحالي في إطار دعم مصر للصناعة وتعزيز التكامل والتعاون المشترك على المستوى الإقليمي والدولي في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة عشرين ثلاثين نشو صالح أني للأخبار